نبدأ بالسؤال الأول الذي مرتبط بالتصريحات رئيس نقابة الاتحاد العام يعمل في المغرب هذا موضوع لا يهم الحكومة ويهم الأغلبية والأغلبية حينما ستجتمع سوف تعطي إفادات ومحطيات حول هذا الموضوع تزويد الأسواق هذا الموضوع للأسعار لكي نتفهمه لا يوجد تحد تحد لا يوجد أن هناك ارتفاعات في الأسعار واحد من المسؤولين قال أن الأسعار ليست مرتفعة أسعار مرتفعة والتقارير قد قلها بما في التقارير اللي استند عليها الأستاذ والتقارير للأسبي وقلنا الأسباب ووضحناها غير ما مرة في هذه الدولة الصحفية والسيدة الوزيرة يوم التولاتاء الماضي اللي كان أعتقد ديال هذه الأسبوع ليست الأسبوع اللي فات التولاتاء الماضي ديال هذه السيمانة يعني يومين باش باش فات للجنة المرلمانية حنا كنت تفقوا بأنه هذا الموضوع ديال الأسعار عملنا فيه إجراءات كبيرة جدا ما حققتش الهدف بشكل اللي كان طمحوله احتحنا يجيبوا أدنى تاريف لأنه يبدو بأن المشكل أعقد بكثير موضوع ديال المضاربين وديال الوسطة هذا رمك ينكروا تحد دبا الآن السؤال الماضي في الأسبوع الماضي طرح لي الأستاذ واحد سؤالتي يقول لي واش غا تفتحوا التصدير وده بغين تفهموا احنا دبا الآن نريد أن نتكلموا واحد اللغة مشتركة واش لآن احنا الأسعار ديال الطماطم وصل الواحد المستوى معين اللي احنا كنا مرادينش عليه ما عاجبناش ما كي ما كي ما كي يتفقش مع الأجور ما كي يتفقش مع الدخل خاصة ديال دوي الاحتياجات الناس اللي كيعيشوا واحد الظروف الاجتماعية وللناس اللي عندهم لحد الأدنى من الدخل ونتكلموا على التصدير شمال منطقة هذا وكان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان نأكد عليه مرة أخرى هو النموضوع المضاربات السي الأرقام اللي تكلمتي عليه إلى أسي شي واحد قال في سؤال ديالوراكم كتعرفوهم أنا ما كنعرفوهمش ولكن يعرفوهم شي واحد يوريهم لنا لأنه مني كنعرفوهم كتتخذ حقوم الإجراءات ديال المراقبة والصرامة وتتبع لكن انت عندك واحد المنظومة كتشتغل بها سنوات وش كتظن بأن الإصلاحة سوف يتم بين عاشية وضحاء هذي مسارات هذي قوانين هذي إجراءات ما خدامينش عليها خدامين عليها ولكن اليوم نتدخل بشكل عاجل لأنه ما يقعوا في الأسعار اليوم ما عجبناش ما عجبناش ما عجبناش وما مطمئنين وما فرحانينش به بل على العكس احنا بغينا نجي وعند المواطنين المغربة ونتكلموا في هذا الشهر في البداية ديالو وفي الجهود الروحانيات لكن قمنا بإجراءات كتفنا من المراقبة زدنا من الإنتاج وقفنا تصدير وقفناه بشكل نهائي وخصنا نوقفوه ولكن غدو اللي بعدو غانا نقرأ شيء أرتيكل بأنه راه شيء واحد يقول خصنا نفتحو واذا باوش خصنا نفتحو لا خصنا نسدو واذا باونا خصنا نعرف لخصا نسدوها سيدي لخصا نسدو داب أنا اللي كانت تكلم تكملت سؤال ديالك السي شاكر أنا اللي كانت تكلم اللار دالك أنا دابا كملت سؤال ديالك وطرحت يجلوش لأسئلة شوف شوف اللار دالك احنا ما غاديش نفتحوه الآن لأننا نخصا نعمر السوق الوطني وخص المواطنين يلقوا هاد المنتجات بأسعار معقولة نهارنا وصلوا للاكتفاء وطبط الأسعار لمستويات معقولة أنا داك متفق معك ولكن في نوع التضامن والدستور يتكلم على التضامن اسمح لي أنا مستعد هات السمانة عوتانيس الخوفية ما عندي حتى مشكل ولكن يجب أن نقول خصنا نأخذوا الإجراءات لخصا نتخاذ ما عندي حتى منطق أننا ما طيشة توصل السعر لوصلت له ما خصاش توصل له الكمية اللي دخلت اليوم اللي دخلت الانسقان كتجاوز الألف طن ولكن علاش هذه واحد تلتيام كانت تدخله غير ثلتمية وربعمية ألف طن علاش السؤال هو هذا اللي خصويت تطرح واش نحاسب الحكومة على أن شي واحد دخل سلعه وخرجها كيف يستقيم هذا المنطق هذا هذا منطقه اللي يستقيم لأنه احنا عملنا الإجراءات وحبسنا ودرنا ومشينا لعند هاد النس هاد وطلبنا ودرنا إجراءات باش أنه هاد المنتجات كلها دخل للسوق الوطنية باش يبطل أسعار ولكن اللي خصويت تحاسب هو خصويت تحاسب هاد المضاربين طبعا بإجراءات قانونية اللي قلت كيف ما قلت خصاجي لابا الآن أنا ما متفقش على أنه يتقال بأن الحكومة فشلت الحكومة لم تفشل اسمح ليها السفاتي حين قولك أنا ما متفقش مع هاد مع هاد توصيف اللي وصفتي به لأن الإجراءات اللي قمنا بها واللي غنقوموا بها سوف تعطي نتائج ولكن مني كتشوف بعض الدول المتقدمة كتدير فيها مطيش تسعاد الأورو هل فشلت هذه الحكومات شنو غنقول لها بهذا المنطق هذا غايت قال حقا حقا ما حقارها سعاد الأورو راه الدخل ما الدخل راه ما كينش دخل لي مكني شري ما تيش بتسعاد الأورو ما كينش دخل اللي كان عرف أنا السميق اللي كان عرف الدول اللي كي وصل للألف وخمسمائة أورو ما ما راكبش فما بالك فهذه الصفات هذه نتابه لها لأنه إحنا هذا الموضوع نتابعوك كما قلت بشكل يومي والسيد رئيس الحكومة اليوم معه تاني مرة أخرى أعمل فيه يعني توجيه جديد للوزراء المعنيين بشكل مباشر في هذا الموضوع هذا لمزيد من التتبع البنك المغرب صدر واحد البلاغ وخذ فيه واحد المجموعة دي الإجراءات واحد المجموعة دي القرارات هذه مؤسسة مستقلة وأنا أستغرب هذا المصطلح دي الأزعاجة وش حنا فيك نعيشه أزعاجة ما أزعاجة شنو معنيت أزعاجة وعليش غن نزعجنا من تقرار دي الواحد المؤسسة مستقلة لماذا؟ لماذا سيزعجوني؟ هذا مؤسسة مستقلة عندها قراءتها لوضع اقتصادي ونقدي وخاصة نقدي وخذت بناء عليه إجراءات الدستور يعطيها هذه الحقوق لماذا؟ والحكومة وش كتنزعج وش حنا فين؟ فين إحنا؟ الحكومة تشتغل وفق ضوابط والمؤسسة تشتغل وفق ضوابط هي عندها قراءتها للأرقام والتضخم وخذت إجراءات مبارك ومسعود لا يسخر لكن أنا لا أعتقد بأن هذا الموضوع وخص يكون وش نزعجات منزعجات وهذا المنطقة المؤامرة هنا لا يستقيم لا يركبش لا يوجد تقرير الخارجية هذا موضوع المقاط الصخص تشوف القانون التغطية الاجتماعية راه واضح بما يتكلم على أنه من الأمور التي سيتمول بها أرجع للقانون التغطية الاجتماعية ستلقى فيه بأنه من الأمور التي سيتمول بها الصندوق القانون التي تصدق عليه في 21 في البرلمان الحكومة السابقة كانت تجيب بأنه من المصادر التي سيتم بها التمويل الحماية الاجتماعية هو بعض الأمور التي كانت في المقصة لكن أكد لك مرة أخرى لا سنقص المقصة ولا سنقص الجاز ولا سنقص هذا التدخل الذي نقوم به الآن لأننا عارفين بأن المواطنين محتاجينه سنحافظوا عليه لكي نبقوا ندعموا هذه المواد الأساسية طبعا الآن لجنة برلمانية بغا تنعقد بغا تشتغل أولا من يحدد جدول الأعمال ديالجنة برلمانية هذه اللجنة هي اللجنة مكتب اللجنة هو اللي يحدد جدول الأعمال هذا المكتب ماذا يتكون من جميع فروقي البرلمان وما يمكن شي قرروا شي حاجة بدون حضور شي واحد شي مكوين من المكوينة السياسية الحكومة تلقت طلبا من هذه اللجنة قد قل لها بغيناكم تجيوا تكلموننا على الأسعار المواد عموما ما شي ديالماطيشة عموما السيدة الوزيرة تكلمت على جميع الأسعار عدد الأسئلة الكتابية لحكومة جاوبت على 70% ولا بغيتي تفاصيل أكتر نوجدهم لك ونعطيهم لك مقترحة ديالقوانين هذه الحكومة لحد الآن وافقت على 17 مقترح قانون أنا أدعوك أنك تشوف عدد المقترحات القوانين التي تصادق عليها الحكومات غير في المنطقة ديالبحر الأبيض المتوسط ما تبعدش شوف غير هذه المنطقة ديالمينة ديالإفراقية شمال إفراقيا وهالدول هذه وشوف عدد القوانين التي تتم المصادقة عليها لا تتجاوز مقترح قانون واحد في ولاية كاملة هذه الحكومة والقوانين الأخرى كلها التي تمت مناقشتها داخل اللجنة التقنية والتي تمت مناقشتها على مستوى الحكومة أعطينا فيها موقف قلنا هذا ممكن وهذا غير ممكن وقلنا بأن هذا غير ممكن لأن فيه تكاليف مالية جديدة وقلنا هذا ممكن لأنه يسمح أنه نجود به واحد المقترحة القانوني حوالي 17 مقترح قانون في طرف سنة ونصف هذا رقم كبير وفيه مقترحة قوانين ديال المعارضة بالمناسبة لكنها مقترحة نعتقد بأنها مهمة جدا لتجويد نصوص قانونية آخرها ديالاتحاد الشراكين بعد ما وقع ديال الحادث المؤسف ديال الطفل الذي سقط في بئر وزيد 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 نعطي سكمية الواحد فقط المعارضة البرلمان هو مؤسسة مستقلة هو الذي يقرر هو الذي يدعو الحكومة لكي تحضر للمراقبة وانتما تعجبني وحد وحد الكلمة كتستعملها دائما يجر الوزير الفلاني للمسألة البرلمان هو الذي يحق له أن يمارس هذا الحق وتيمارسه والوزراء يحضرون في الليجان كان وزير الفلاحة هذه قريبا وحد للخمسة وعشرين يوم ثم كانت وزيرة المالية يوم تلات الماضي والتي تفعلت مع مختلف الأسئلة كيف اجداز الاجتماع هذه الديمقراطية الديمقراطية تقتضي أنه كل واحد يعبر عن رأي دياله بشكل يبغى لكن الجميع تدخل وعبار عن موقفه من مختلف القضايا تقريرات الخارجية تقريرات الخارجية هذا المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفق ما هو معمول به في هذا المجال ستتولى التفاعل مع هذا الموضوع طبعا في إطار واحد التنسيق يتشرف عليه قانون استثمار ما هو المستجدد الذي يجب قانون استثمار الميطاق الوطني الاستثمار جب مجموعة من المستجدد سأعطيك واحد جوجل ثلاثة بعجالة أولا المنحة المخصصة الاستثمار حدث ثلاثة المنح المخصصة الاستثمار أولا كان المنحة التي تعطى جميع الاستثمارات ثم المنحة الترابية لأنه يريد أن يستثمار في منطقة تنغير لا يريد أن يستثمار في منطقة دار البيضاء فهذا تحددت واحد اللوائح في القرارات الجديدة كان اللائحة الأولى واللائحة الثانية اللائحة الأولى التي فيها واحد الأقاليم التي لديها تقريبا واحد القرب هذه تقريبا هذه المنحة الترابية محددة في 10% الأقاليم البعيدة لمنها تنغير مثلا 15% بالإضافة إلى أنه كان الإمكانية للجمع على الأقل ما بين منحتين قلنا المنحة للإستثمار المنحة الترابية والمنحة للقطاع لماذا؟ لكي ندفع المستثمرين أكثر وندعيم المستثمرين أكثر اللي بغين إديروا استثمارات لمنتجة للقيمة المضافة وفي نفس الوقت عند إمكانية كبيرة للتشغيل هذو هما الأمر بالإضافة إلى القرارات تكلمت على ما يمكنه أن نطلق عليه نسبة الإندماج نسبة الإندماج هو في المنتجات الوطنية هذا المنتج المصنع على المستوى الوطني نسبة الإندماج بمعنى إلى أي حد نعتمد على المواد المصنعة وطنيا فأحددها تقريبا في واحد النسب التي هي متقدمة لكي نضمنه أنه تكون لدينا مجموعة للقطاعات التي تنتج هذه المواد التي تحتاجها الصناعات والاستثمارات التي فيما قلت الهدف منها هو أننا ندعمها أكثر الموسم فلاحي الموسم فلاحي الذي نقدر نقول عليه في الوضع للراهين هو أنه موسم فلاحي متوسط نطلب الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي بقت أنه تكون واحد إن شاء الله دي الأمطار الخير الذي نقدر إن شاء الله من خلالها نرفعه خاصة من المنتج الوطني في الحبوب والذي تعرفون بأنه باش مما رفعنا أكثر باش مما غادين نكونوا في من أن على الاستيراد ديال هذه المواد مرة أخرى أعواج ترمبركة ورمضان مبارك كريم وشكرا لكم سياحة 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 تادر سياحة 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 هذا الموضوع ديال السياحة كانت فيه مفاجآت إيجابية جدا هاد السنة هدي هذا كتجوج المليار ديال الدرهم كدعم للتعطاء من أجل جديد أعطى واحدة نتائج كبيرة خاصة على مستوى المداخيل ديال العائدات ديال السياحة وهد هد 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 القطع هذا تبين بأنه حافظ على 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 فرش ديال شغل بشكل كبير بل على العكس يعني تعزيت هاد فرش شغل في يعني في الشهور الماضية هاد المشروع الجديد غان خرجو من ديستيناسيون ماروك غات ولي عنا غن خرجو من داك الفلسفة ديال الوجهة غان مشيو الواحد الفلسفة جديدة اللي كتأسس على السلاسل سعاد السلاسل السياحية ما غيبقاش غير داك مني كتكلم كتقول ديستيناسيون ماروك ويجهاد المغرب وصافي لا غان مشيو للسلاسل شنه هاد السلاسل كين تسعاد السلاسل الموضوع عطية كين امواج المحيط خاص بالرياضات للمغرب رائد فيها كين المسارة التقافية سياحة تقافية كين السياحة الداخلية بشقيها الشاطئ البحر والطبيع والاستكشاف كين سياحة سيتي بريك يعني عطلة المدينة هذي بالنسبة للسياح اللي كيقضي واحد الوقت قصير جدا كيفش اننا نعطوه محد العرض قوي ونخفضو يعني من تكلفة ديالو ايضا كين سياحة الاعمال بالنسبة لهذي تسعة ديال السلاسيل كين خمسة ديال السلاسيل اللي هي اوفقية كين فنطبخ المهرجانات التنمية المستدامة الصناعة التقليدية والسكن البديل فباش نقوي من هذي الوجهة اللي كتأسس على هذة السلاسيل اللي تتكلمت عليها غيتم الاعتماد على السادي الروافع أولا مخطط مهم جدا في مجال النقل الجوي عبر يعني تعزيز الامكانيات ديال النقل الجوي باش تكون واحد القدرة للإستقطاب قوية ترويج وتسويق عبر الانترنت تنويع منتجات نشيط طقافية والترفيهية المنبطقة على المقاولة الصغرى تأهيل الفنادق هذة ورش اللي انطلق وخصوص طمر تعزيز الرأس المال البشري عبر التكوين والجودة إلى غير ذلك وتعزيز إدارة القطاع من خلال تقوية دور المرصد الوطني السياحة باش بقي يعطي واحد المجموعة المعطيات بشكل دوري ثلاثة شرود النجاح أولا تمويل ستاد المليار فاصلة واحد ديرهم تم تمويلها يعني باتفاقية مع القطاعات المعنية وخاصة وزارة المالية الحكمة الجيدة غيكون ربعا ديال الليجان اللجنة الوطنية يترأسها السيد رئيس الحكومة اللجنة الوطنية المكلفة بالنقل ترأس مشترك بين وزير النقل ووزيرة السياحة اللجنة الوطنية المكلفة بالمنتوج دائما تحتري أسد سيد ووزيرة السياحة ثم اللجنة 12 الجنة التتبع غي تكلفوا بها الولات على مستوى الجهات عشرة المختبرات اللي غادي تتم يعني الخلق ديالها باش يكون واحد الدفع قوي واحل إطار مؤسساتي للحوار خاصة القدراني الخاص والعائي